ومتوقع برضو انه كريم بناد فيديو يكون موجود بكرة في التدريبات الجامعية علشان تقدر تقول كده انه 90% من تشكيلة الاهلي اللي هيلعب بيها قدام الزمالك واضح بقى ظاهر ملامحه ظاهرة باستثناء مركزين الاول منهم هو المهاجم اللي هو سامة ابو عالي جاهز هو اللي هيلعب مش جاهز يبقى يا مودست يا كهربا طبعا بالترتيب المنطقي الطبيعي الحالي لو مش جاهز وسام يبقى مودست الا بقى لو كهربا طلع نار من بقه في الديومين اللي فاته دول واللي جايين فعارف انه يتحول من التالت الى التاني الى الاول وطبعا ده يعني بعيدا عن قناعتنا احنا بنشوف ان كهربا حتى لو مش في التدريب مقنع قوي بالنسبة للكولر فهو افضل من مودست افضل من اللي بيقدموا مودست كمان وانا بشوف انه كهربا اساسا في مباراة زي دي بالذات بالذات ماتش الزمالك ده بالذات كهربا عنصر مهم ولو على الدكة يعني فكرة انه هو يبقى التالت فيخرج زي ما حصل في الماتشين اللي فاته بالنسبة لي تبقى امر مستغرب وان كان في الاخر القرار والنظرة والمعلومات الواردة كلها بتبقى من خلال كولر مش من خلال نحنا او هو عنده المعلومات بشكل اكسر دراية يعني باللي بيحصل لكن ده المركز التاني اللي عليه حيرة داخل النادي الاهلي هو خط الوسط التالت في خط الوسط ليه؟ لانه كده كده مروان عطية وامام عشور حاجزين ما كان والتالت بقى المفاضلة دلوقتي بين ثلاثة الاقرب بينهم احمد نبيل كوكا الجاهز للمواجهة بشكل طبيعي ويلي عمر السلية وتالتهم محمد مجدي افشا واحد من التلاثة دول هيرافق مروان عطية وامام عشور اما بقى البقيين مفيش خلاف الاقرب يعني طبعا ده كله الاقرب ده لسه الماتش يوم الجمعة هبتكلم في يوم الاثنين يعني بقولكم على الوضع الراهن شو بير لا خلاف حراسة المرمى عبد المنعم وبيجواره على مستوى قلب الدفاع رامي ربيعة محمد هاني مين معلول شمال قلنا التلاثة بتوع خط الوسط في المقدمة بيرسي تاو حسين الشحات ووسام او مودست او كهرباء يعني ده قلنا انه في حيرة يعني على مستوى خط الوسط ليه كدت طب كوكا مدام في حيرة لانه الاقرب الاقرب من الاثنين التانين اللي هم افشا وعمر السوليح بمناسبة كوكا بس خبر كده سريع قبل الفاصل يعني كوكا محط انظار بعض الاندية الاوروبية حاليا في بعض الاندية الاوروبية من خلال الكشفين بتوعها بيراقب احمد نبيل كوكا وهو نمى الى علمه كمان نفس القصة علشان يبدأوا يركزوا ويتابعوا اكتر معاه تمهيدا لانه اذا كتبت التقارير يبقى فيه مرحلة ابعد وهي مرحلة العروض في الصيف المقبل اللي بنتكلم كمان على لاعب من اهم اعمدة منتخب مصر القلمتي اللي لسه عنده قلمتي